إيه هي المجالات البكر اللي تقدر يحصل فيها شراكة أكبر بكثير من الاتحاد الأوروبي ومصر ويدخوا فيها استثمارات أكتر؟ فيهما الحقيقة كان فيه عدد من القطاعات المهمة جدا اللي فيه اهتمام مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وأيضا وفقا لخطة التنمية المستدامة اللي مصر بتوليها اهتمامات في قطاعات مهمة بتوليها اهتمام كبير من هذه القطاعات قطاعات الزراعة والنقل وأيضا التحول الرقمي وقطاع مهم جدا زي قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة المصالح مشتركة في هذا الإطرار لأن الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول من الطاقة البترول وانعكساته على النفط وانعكساته على البيئة وفي ظل الاهتمام الكبير جدا بالتحول إلى الطاقة النظيفة فمصر كمان عندها اهتمام في هذه القطاعات فيما خاصة أنها تمتلك الحقيقة مزايا نسبية كبيرة جدا في هذا المجال فده قطاع مهم جدا القطاع المهم أيضا لمصر بتوليه اهتمام والاتحاد الأوروبا أيضا بيوليه اهتمام في دخل استثمارات في قطاع الزراع لأن مصر الحقيقة شهدت السنوات الماضية اهتمام كبير جدا فيما يتعلق بالتوسع في الرقع الزراعية وإضافة الحقيقة نحو خمسة مليون فدان بتستهدف مصر زيادتهم لرقع الزراعية خلال شفنا التطور الكبير جدا في مستقبل مصر مشروع الدلتة الجديدة في تشكا في شرق العوينات في هذا المجال أيضا مهم جدا لمصر اقتصاديا وأيضا اتحاد الأوروبي بيدرك اهميته وفدى أيضا قطاع مهم جدا وخاصة النقل النظيف واللي مصر بتهتمي به جدا في هذا المجال وشوفنا فيه مجالات تعاون كبيرة جدا في هذا المجال بين مصر وعدد من الدول الأوروبية أعتقد أنه كمان الاتحاد الأوروبي يدرك قد ايه اهمية مصر ودورها المحوري فيما يتعلق بوقف الهجرة غير الشرعية وده الاتحاد الأوروبي بيليه اهتمام كبير جدا وأيضا مصر على مدى السنوات الطويلة الحقيقة كان لها دور مهم وفاعل في هذا الإطار